دكتور فخري كنت بقول انه سادة المشاهدين انه في ظل الظروف العالمية دلوقتي ان الدول اللي تستطيع تاخد قرد من صندوق النقد ويتوافق عليه فده كده يبقى حاجة عظيمة جدا في ظل الظروف دي لاني انت عارف الزن على الودان امرم السحر لزي ما بيقولوا يعني شغالين نزن على ودن المواطن في المصر مبدئيا عايزك تطمن الناس انه ان شاء الله لما يحصل نصيب وناخد الصندوق ناخد القرد ده كويس لينا ليه لانه تعرف السوشيال ميديا وقنوات اياها شغالة في ودن المشاهدين طبعا مش كل الناس متخصصة صحيح يعني بالنسبة ليه ما يحدث الان هو طبعا الازمة الاقتصادية العالمية ازمة معقدة جدا ما بين يعني كورونا ما تكدنا ان احنا نتعافى من كورونا ثم دخلنا في ازمة الحرب الروسية الاوكرانية ثم التغيرات المناخية بتأثر على الانتاج العالم كله صحيح والقمة نفسية والغزاء طبعا مهم جدا فده القمة اللي هتعقد في مصر ان شاء الله في الشهر القادم قمة المناخ ده مهم جدا عشان العالم بقاله اكتر من سنة 92 لحد النهاردة وبيتكلم عن الاثار السلبية للمناخ على حياة البشر في الكرة الارضية وعلى الانتاج وعلى الغزاء الاخره في المرة دي بقى في شهر مشيخ هو ايه اللي هو القمة انه كله لازم يدفع بقى حكاية ان احنا نتعهل كله لازم يدفع ده زل الظروف العالمية زل الظروف العالمية ابتدت تقليمي شوي بمعنى اخر كوب كوب وان اللي كان في بيرلين في سنة 94 وكوب وان وكوب تو احنا وصلنا ل27 نهاردة بعد 27 سنة فالقصده في 26 اللي فاتوا اخر قمة مناخة في جلاسجو كان كلها تعهدات يعني احنا الدول المتقدمة نتعهد بان احنا نقدم كذا لانه هم اللي بيلوصوا المناخ وافريقيا بمتلوص المناخ الا ب3% بس لكن الدول القرى الاوروبية والامريكية والاخر ودول اللي بيلوصوا المناخ فليس من العدل ان احنا المناخ لما بيتلوص احنا بنصاب احنا كمان في افريقيا ونصاب في الدول التانية اللي هي في امريكا اللاتينية وخلافه فبالتالي مش معقول ان احنا لا نلوص الى 3% ونتحمل التلوص وتدعياته علينا البيض من الدول الاصطناعية الكبرى ولذلك يبا هي لازم تدفع كلها كانت تعهدات ويعني مبالغ ضئيلة في الفترات المرة دي في قمة شرم الشيخ العالم مصر النهاردة وكل القارات العالمية وشعوب العالم مصر على ان الدول الصناعية الكبرى لازم تتحمل مسئولياتها تجاه التغيرات المناخية اذا معنا كده كدنا ننتهي من كورونا ثم دخلنا في روسيا واوكرانيا عزمة روسيا واوكرانيا ثم ده حاليا المناخ بيتغير فنرجع مرة تانية اذا هي قضية وازمة اقتصادية لم تحدث منذ القساد العظيم طب تدعياته علينا ايه؟ ترجمة نانسي قنقر